بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين سيدي حذرة صاحب السمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظكم الله ورعاكم يطيب لي باسمي ونيابة عن جميع منتسبي قوة الإطفاء العام أن أرحب بسموكم حفظكم الله ورعاكم معربا عن أسمى آيات الشكر والاعتزاز بهذه الزيارة الكريمة فهي شرف عظيم لنا جميعا نعتز به ونفتخر بما تمثله من اهتمام وتقدير سموكم لنا بالدورة المهم الذي تتولاه قوة الإطفاء العام فهي تتولى مسؤولية الحفاظ على سلامة المواطنين وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحرائق وحوادثها كافة كما تتولى وضع شروط وقواعد السلامة في المباني والمنشآت على اختلاف أغراضها التجارية والصناعية والمهنية سيدي صاحب السمو بفضل من الله تم اعتماد قانون قوة الإطفاء الجديد الذي سيهدف إلى معالجة العديد من الثغرات والسلبيات التي كانت تشوب القانون السابق كما أنه أضف العديد من الامتيازات والحوافز المستحقة لأبنائكم العاملين في الإطفاء لما تحمله طبيعة عملهم من التضحيات والمخاطر الأمر الذي يعتبر إنجازاً إيجابياً متميزاً من شأنه أن يشجع رجال قوة الإطفاء على بذل المزيد من الجهد والارتقاء بأداء مسؤولياتهم وواجباتهم الإنسانية ولا سيما ما أتاح هذا القانون الجديد من منح العاملين في قوة الإطفاء الضبطية القضائية وتشديد العقوبات على المخالفين لشروط السلامة والوقاية من الحريق في المباني والمنشآت المختلفة لرفع مستوى الأمن والأمان في المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات كما تضمن القانون الجديد إنشاء كلية الإطفاء العام والتي ستمثل صرحاً أكاديمياً متخصصاً متقدماً واستثماراً حقيقياً في تنمية قدرة أبنائنا وتهيئتهم على نحو سليم للقيام بأعمالهم وواجباتهم الحيوية يا سيدي لقد حرصنا في قوة الإطفاء العام دائماً على تطوير أنظمة الوقاية والمكافحة من خلال تطوير وتحديث آليات ومعدات الإطفاء وفق أعلى المواصفات العالمية وأحدثها وتأهيل كوادرنا البشرية من خلال التدريب المستمر كما حرصنا أيضاً على تطبيق أنظمة التدقيق والرقابة الداخلية والشفافية في أعمالنا من خلال إدارة الجودة الشاملة والحوكم الرشيدة فقد حصلت قطاعات قوة الإطفاء العام الفنية منها والإدارية منذ فترة بسيطة وبعد عمل دؤوب استمر أكثر من عام على ست شهادات ضبط الجودة الآيزو من مجموعة الإدارة المستدامة الكندية وسنستمر بعون الله في هذا النهج سيدي صاحب السمو إنما أشرتم إليه سموكم في كلمتكم الأبوية بما قام به أبنائكم من جهود لدعم وزارة الصحة خلال جائحة كورونا المستجد هي شهادة عظيمة يتشرف بها جميع أبنائكم في القوة حيث ستكون توجهات سموكم حفظكم الله ورعاكم موضع اهتمام وتقدير دائم يعملون على الالتزام بها وحسن تنفيذها كما يعاهدون سموكم أن يكونوا عند حسن ظن سموكم دائما باذلين كل ما في وسعهم ليكونوا أهلا لثقتكم الكريمة سائلين المولى العلي القدير أن يمدهم بعونه وتوفيقه للقيام بواجباتهم على خير وجه في ظل راية سموكم وسمو لعهدكم الأمين حفظكم الله ورعاكما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة